بصراحة بقى ما فيش حاجة بتصبرني على حر السيف غير الايس كريم هنعمل النهاردة مع بعض خمس نكيات مختلفة للايس كريم فانيليا وفراولة ومانجا وكانتالوب وككمان شوكولاتة هنعمله من النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا بدون حليب مجسف محلة يعني في عشر دقيقة هتكوني عملت كل الجمال اللي انت شايفها ده والطعم حكاية يا بنات والله الطعم حلو قوي شجعوا اختكم بقى بلايك حلو كده زيكم وعمله شير علشان كل الناس تشوف الفيديو اول حاجة هنبتدي بيها هتكون نكية الفراولة ده كيس فراولة كنت انفرزاه تقريبا وزنه 350-400 جرام يعني يقل من نص كيلو شوية حطيت عليها 70 موز علشان كانت كمية الفراولة قليلة شوية بعد كده حطيت عليها معلقتين من الحليب البودر طبعا دول اختياري بس انا بحب نكيته جدا مع الفراولة والمانجا بالاخص كمان معلقتين كبار من الكريم شنطية وربع كباية من السكر البودرة ممكن تستبدل السكر بالعسل الابيض وربع كباية حليب صغيرة اقل من الربع كباية كمان الحليب طبعا يكون سائع وممكن تستبدل الحليب بالزبادي بفرومهم كويس او بالهند بلندر او في الكبة وهنا طبعا اللون بعد الاغطفات دي بيكون فاتح شوية فلو حب ان اللون بتاعه يكون زي الجاهز ممكن تحط نقطتين اثنين من اللون الطعام الغذائي اللي هو الجل نقطتين اثنين من اللون اللح دربته وبعد كده هجيب بقى العلب اللي انا بحفظ بها فيها الايس كريم في الفريزر بفضل الايس كريم في العلب والقوام بتاعه حلو جدا ويفضل تحفظيه في حاجة يكون ليها غطية يعني علشان تقفلي عليه هشيره على جنب دلوقتي وهعمل نكية المنجة طبعا انا ما كنتش مفرزة منجة السنة اللي فاتت بس كنت جايبة كيس المنجة الجاهزة ده علشان رمضان وما استخدمتهش هو وزنه تقريبا 800 جرام حطيت عليه ربع كباية حليب ايه مع اربع معالق كبار من الكريم شنطين مع لقتين من اللبن البودرة وربع كباية سكر او نص كباية سكر على حسب الرقم السكر هنا طبعا اختياري على حسب الرقم ممكن تستبدلي برضو السكر زي ما قلتلك بالعسل او اللبن بالزبادي بضربها بقى هنا كويس قوي اما في الكابة اي اما بالهند بلندر انا كنت حاسة ان القوام كان تقيل او صعب شوية في الضرب بالهند بلندر فحطيت ربع كباية لبن كمان فتقريبا اللبن اللي انا استخدمته كله نص كباية لبن صغيرة وده القوام المناسب اللي انا عملته لأيس كريم المانجا وطعمه خطير يعني هو دلوقتي اساسا طعمه حلو قوي وعلى فكرة ممكن بعد ما تعمليه كده يدوب بس تحطيه في الفريزر ربع ساعة او نص ساعة وتبدأي تكليمينه على طول ما كانش عندي لون بورتقوني فالمانجا برضو لونها بقى فاتح قوي فجبت نقطة لون هي مش نقطة انا خدت بص زي لحظة صغيرة كده على المعلقة من اللون الاحمر وقلبتها مع المانجا غمقت لونها شوية وخلت لونها قريب للبرتقون فضيت ايس كريم للمانجا اللي عندي في العلبة وبعد كده سويت الوش بتاعها وغطيتها وشلتهم دخلتهم في الفريزر هنيجي بقى للناكهة اللي بعد كده الكنتالوم كان عندي كسين برضو في الفريزر يعني تقريبا وزنهم الواحد 400 جرام او 500 جرام يعني قولي كيلو شمام او كيلو الاناس بتقشريه وتحطيه في الفريزر وتقطعيه طبعا وتحطيه في الفريزر وبعد كده طلعته وسبته 10 دقيق بس هطيت عليه 4 معالق كبار من الكريم شنطي الكنتالوبه ما بحطش معاه ولا لبن ولا بحط معاه لبن بودرة لان بصراحة ما بحبش نكهة الحليب او اللبن او اللبن البودرة مع الكنتالوبه خالص بس تكفي بس من الكريم شنطي والسكر البودرة حطيت له نص كبات سكر بودرة وحطيت نقطتين اتنين من اللون الاخدر وفرمته كويس لحد ما بقى بالقوام ده زي ما قلتلك تقدري تستخدمي الكبأ او تستخدمي الهند بلند بعد كده فضيته برضو في العلبة اللي عندي كل العلب اللي انا مستخدمهاه علب بلاستيك بغطا طبعا تقدري تستخدمي اي علب عندك بس يتكون بغطا الايس كريم اللي بيتعمل بالفواكه المجمدة ده بيكون سريع قوي يعني ممكن تعمليه وبس تحطيه في الفريزر نص ساعة وتقدمي منه على طول هحضر دلوقتي بغا ايس كريم الفانيليا والشوكولاتة جبت لتر حليب عليه اربع معالق كبار سكر مع لقتين كبار من اللبن البودرة مع لقتين كبار من الكريم شنطي مع لقتين كبار من النشا وزرفين فانيليا بقلبهم كويس جدا على البارد وبرفحهم على النار بحب جدا اعمل ايس كريم الفانيليا والشوكولاتة بالطريقة دي في طبعا طريقة تانية هعملالكو برضو في فيديو تاني وبفضل اقلب لحد ما يبتدي ان هو هيغلي بقوم طفي النار علي بقسم الخليط على اثنين والخليط الاولين بحطولهم علاقة نوتيلا والتاني بحطولهم علاقة نوتيلا بيضا طبعا ممكن تحطي بدل لانوتيلا تحطي شوكولاتة خام بيضا مع الحليب وشوكولاتة غامقة مع النكهة التانية وممكن طبعا تستبدلهم خالص وتشيليهم ما تحطيش اي حاجة خالص هم بس بيعززوا النكهة حطيت بقى معلقة كاكاو مع الخليط بتاع الايس كريم للشوكولاتة قلبت كويس جدا واسبت الخليط ده لحد ما هي ده وبرد خالص ورجعت تاني قلبته بس اغطيه ما تسيبهوش مكشوف رجعت تاني قلبتهم بعد ما برده كويس قوي فضيتهم بقى في العلبة اللي انا هشيلهم فيها في الفريزر بدخل بقى الايس كريم ده في الفريزر لانه سهيل شوية مش اقل من 3-4 ساعة بعد كده بطلع الايس كريم علشان اقدمه بس عشان يبقى سهل معاكي في التشكيل سيبيه بعد ما تطلعين من الفريزر 10 دقيق علشان تعرفي ان كنت تطلعين من المعلقة وما يبقاش محجر قوي بصوا نك شكل الايس كريم حلو جدا عاوز اقول لكم ان الطعم بتاعه خيالي خيالي طعمه حلو جدا احلى من اي ايس كريم اعجبين برد قدمي بقى الايس كريم في بولات او تقدمي في بسكوتة الايس كريم انا بصراحة ما عنديش جهاز اللي بيسمع عن بسكوتة الايس كريم بس انا شاريه البسكوتة من دي بشتريها بجنيه يعني سعرها مش غالي ممكن اجيب 10 بسكوتات او 20 بسكوتة بقى على حسب ما انا عوزة اعملي بقى ميكسل منكهات وجربي احلى ايس كريم هتعمليه في حياتي الايس كريم غني جدا وكريمي وبيدوب وطعم حلو قوي بنات بجد لازم تجربوه او اهم ميزة في الايس كريم ده انه مبياخدش وقت خالص في تحضيره استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه ضمت مفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته